موسيقى صباح الخير زيارة وزير الخارجية الفرنسية جامارك إيرو إلى لبنان اليوم والتي تستمر يومين تحرك جمودا مزمنا بملف الانتخابات الرئاسية وسط تطورات متسارعة أقليميا ودوليا تترك انعكاساتها على الوضع اللبناني عنوان تصدر صحب بيروت سأتابعه مع ضيف الاستاذ إلي ماروني عضو قتلة حزب الكتائب والذي سنجول معه بملف النفط وشؤون متصلة بأنون الانتخاب وأيضا بالأحزاب المسيحية صباح الخير أستاذ ماروني أهلا وسهلا بك بنتائج موديال أو كأس أوروبا مبارح المفاجئة وانطلاقا من الحدث الرياضي كاريكاتور غانب جريدة الجمهورية اليوم رسم تحت عنوان بعد انتهاء كأس اليورو رسم المواطن اللبناني لاعب كرة قدم يركل كرة رئاسي فتضيع خارج مرمى شبك بعبدة فيقول يورو بحظي شو تعليقك أولا على الكاريكاتور؟ يعني حظنا بكل الاستحقاقات هالأيام عم بيكون مضروب فلذلك ما قلنا أمل بشي بالمرحلة الحالية إذن شو نطرين من وزير خارجية فرنسا؟ أنا شخصيا بيستغرب هالدرجة اللي عم تنصار حول الزيارة حصوصا إنه قبلوا إجا الرئيس هولند شخصيا على لبنان بس للأسف يلي عم بعطلوا الاستحقاقات صاروا عم يعطوا مثل المورفين للشعب اللبناني إنه كل ما إجا موفادة وإجا ضايف منبني أمال علي وقدا يصنم نحكي بزيارة وزير خارجية فرنسا وقدا ينكتب تحليل حول هالموضوع إنه حامل الحل والانتخابات بقابل الانتخابات الرئاسية اليوم بس قربت الزيارة ساعات على وصولها متل ما بيقولوا ما في شي هو بيقول جي اتمنى على اللبنانيين أن يلتقوا حول انتخاب رئيس الجمهورية فهذا شي معيب بحق كل الإيدات اللبنانية كلها لناطرة حدا يجي إلا أمي بواجبك بوطنيك فلذلك لا أمل من هذه الزيارة مش أنا عم أقول وزير الخارجية الفرنسي عم بيقول إذن شو الهدف من هذه الزيارة طالما معروف سلفا الجواب بخصوص السياسي منها المتعلق برئاسة هلا هو كوزير خارجية دولة كبيرة مثل فرنسا عنده زياراته إلى لبنان والمنطقة وكل الدول هو عم بيقوم بواجباته أنه كدولة صديقة للبنان جاي ينصح اللبناني يقوم بواجباته للأسف أنه صرنا بهذا المستوى المعيب جريدة المستقبل اعتبرت أنه الزيارة هي اختبار للموقف الإيراني يلي تبلغته باريس من وزير خارجية إيران لأسبوع الفائت بخصوص عدم ممانعة إيران حصول تسوية لبنانية لإنهاء الشغور بتعتقدها الشيء مع الولايات؟ قلتلك بالمرحلة الماضية كان فيه نوع من الأمل حول هذه الزيارة نعم خصوصا على دوق الاتصالات اللي عم يعملها وزير الخارجية الفرنسي مع وزيري خارجية إيران والسعودية لكن إذا كان الوزير صرح قبل ما يجي على المين قبل ما يوصل يمكن وصل أو بده يوصل بعد شوي إذا هو عم بيصرح أني أنا مش حامل مبادرة أنا سألتقي فيما بعد بوزير خارجية إيران أنا جاي أتمنى على معظم القيادات اللبنانية أنه يلتقوا حول انتخاب رئيس الجمهورية فإذا خلص نقطة على السطر لشو بعد بلنا لبني أمال هو عم بيقلك أني أنا مش جاي شي أنا جاي رب بحكون جميلة وأنصح كل بمقابل قول المستقبل أنه هو اختبار للموقف الإيراني جريدة الأخبار قالت أنه ليس بجعبته سوى الأفكار السعودية التي لا تتضمن ما يمكن أن يحل أزمة الرئاس المستعصية بحسب غسان سعود باب قصر بعبدة يفتح بكلمتين سحريتين عون رئيسا وقولهما لا يحتاج بالضرورة لناطقين باللغة الفرنسية يعني قطع الشك باليقين هنا حول هذا الموضوع يعني هذا كلام صنع سنتين ونص منسمعه وبني عليه أمل وأحلم عند البعض وبني خيبة أمل عند البعض الآخر الحقيقة ما في أي مؤشر حتى الساعة لا بزيارة وزير خرجية فرنسا ولا بأي زيارات أخرى ما دام القرار اللبناني بعضه عم يربط هو اللبناني عم يربط القرار بالخارج فأنا بقول لك ما في أي أمل بانتخاب رئيس الجمهورية بالمدى المزور حتى أي حين بالبداية بالبداية خلي يصير فيه وعي عند القيدات اللبنانية أنه لازم تقوم بوجبه ولازم تقوم بدوره ولازم أنه هي عرضة بعدين لمحسبة ومسائلة الشعب اللبناني بالبداية وعدين ما نفك الارتباط بكل أزمات المنطقة إذا بنرجع شوي لورا نشوف أنه من وقت الفراغ ربطولنا الاستحقاق بدخول الروسي إلى الحرب السورية ربطولنا الاستحقاق بحرب اليمن ربطولنا الاستحقاق بحرب البحرين ربطولنا الاستحقاق بأي زيارة كانت تتصير إن للنظام أو للمعارضة السورية ربطولنا الاستحقاق بمصير السوري كله وبعدها ينصاروا يربطولنا الاستحقاق بكل زيارة ممكن أن تحصل بزيارة الرئيس الفرنسي بزيارة وزيارة فرنسا بأي تحرك أمريكي بالمنطقة بأي لقاء إيراني سعودي ورح يضلوا يربطولنا لأنه هنين عم يربطوا هذا الاستحقاق بأمور إقليمية أو دولية عم يبنوا أميل أنه ربما تصب بصالحنا فنصل إلى الرئاسي أنا ما بشوف إنه في أمل إلا إنه نحن نتخطى كل الاعتبارات الإقليمية وهي بمقدورنا وإلا نحن غير جادرين إنه نكون عندنا وطر وغير جادرين إنه نكون مسؤولين وغير جادرين إنه نكون نواب إذا نزلنا على مجلس نوابي مين رح يمنع مين إذن على ماذا زملائك استاذ ماروني بالمجلس العونيين يعولون إنه شهر أب هو شهر وصول لعماد عون إلى قصر بعبدة على شو عم بيراهنوا يعني خلينا نتراهن إذا مرأ أب هو ما وصل لعماد إلى قصر بعبدة بدون يضلوا يعزبوا اللبنانية هاي كرمال يوصل لعماد عون إلى قصر بعبدة ما بعرف إني عشو بانيين أمالوا لأنه برجع برقلي من شهرين ثلاثة كان لما يحكى عن زيارة وزير خرجية فرنسا يحكى إنه حمل الحل لكن اليوم بنوا هالأمال إنه بيقاب انتخاب الرئيس ما في انتخاب رئيس بالمدى المظهور لأنه بعضهم على أنا أولى أحد واثنين بعضهم على الرابط بالاستحقاقات فنأمل منهم إنه وعدوا اللبناني بيقاب خاف يكون وعدهم هلأ بانتخاب رئيس مثل وعدهم لما كانوا مستنمين لزارة الطاقة بالكهرباء 24-24 ونمتر شي مئة سنة بعد ليصير فيه استحقاقات إضافة للإستحقات يلي أشرت له معالي الوزير اليوم جوني منير بجريدة الجمهورية بيقول الواقع سيبقى مشلول إلى حين وصول إدارة أمريكية جديدة وبالتالي أزمة الرئاسي ستبقى على حالها هاي ربط جديد هلا هاي ربط جديد يعني هيدا بينطبئ مع اللي أنا عم قوله إنه نحن صرنا بأي حركة بتصير بالخارج عم يربطوننا الاستحقاق فيها بقى هلأ خلصنا من كل أزمات المنطقة ربطنا بما شبعنا هلأ بنربطها بانتخابات الرئاسية الأمريكية وعلى كل حال هيدا تحليل واقعي ومنطقي إنه لنشوف بعد الانتخاب شو بده يغير وصول من إلى البيت الأبيض بموضوع لبنان يعني هونه كمان السؤال يعني ربما بيصير في ضغط ما باتجاه ما باتيقلك شو رح يصير بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية رح يطلع مين يكتب ويحلل ويقول إنه عطوا مهلي لتسلم الإدارة الأمريكية ويطلع الرئيس هلأ بنا نحكي بالرئيسة لأنه ممكن تطلع هيلاري كلينتون لا يستلموا الملفات ويقروها ويطلعوا بقى عطوا مهلي جديدة والعطرة على هالشعب اللبناني يلي عم يدفع كل الأتمان وهلأ أنا جاي على الطريق عم بسمح إنه بكرة بجلسة مجلس الوزراء وزير المال رح يقدم جردي دق فيها نقوص الخطر نعم إذا منا نحنا ندق نقوص الخطر رح ندقه بكل شي بيقدر تعتير رح أنسى كل شي بيقدر تعتير اللبنانية على الطرقات يلي العجقة عناية الأمر راين بس بدي أقلك شاهلي ما شف الدركة من زحلي لشرع الحمراء ما شف الدركة على الطرقات والعجقة والناس عم تفوت ببعضها وينهم الدرك بمواكبة أي وزير وينهم وينهم ما عم ينظموا السير وينهم ما عم يخلقوا حلول وين هالغرف العمليات اللي عم يحكوا لنا عنا ويطبلولا ويزمرولا عيب عيب صالوا لبنان عم يختنق شهر بيظهر ما شفنا مننا من الحرب لهلأ وبعضنا ناطرين حلول 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 وبيعدونا بالمن والسلوى وبالنتيجة ما في شي ما في شي بسبب كون الخارج يعني ما ينظر إلى لبنان على أنه جزء من ملفات المنطقة المعقدة بقول إبراهيم الأمين اليوم بالأخبار أنه كل الدول يعني لا أمريكا ولا الغرب ولا إسرائيل ولا روسيا ولا إيران وكل هؤلاء لديهم انشغالاتهم الملحة ويتصرف محور روسيا وإيران والعراق والسوريا وفق قاعدة التفويد الفعلي لحزب الله للبد بمسارات الأمور الداخلية يعني عاطي كل التفويد لحزب الله لو فرضنا أنه هذا الأمر صحيح حزب الله اليوم مع الوزير ماذا يريد من اللبنانيين الآخرين يعني إذا بدنا ناخد مصار الأمور منذ البداية حتى اللحظة وتعطيل انتخاب الرئيس وتعطيلات عديدة والفرض اللي عم يفرضوا ببعض القرارات يريد أن يكون كل اللبنانيين تابعين إلى دولته وتحت أمرته وتحت سلطته وفقا لسياسته وأهوائه هاي الواقع الراهن في شي غير هيك يعني حزب الله هو متحكم اليوم بانتخاب رئيس الجمهورية لأنه للأسف المرشحين ورؤساء الكتل المعطلين بيقولولك ما بننزل على مجلس النواب إلا ننزل حزب الله يعني فإذا هو أب هذا التعطيل أب هذا التعطيل من أجل إيسال العماد عون طيب لحظة من أجل إيسال العماد عون أم لغرض آخر يعني بعتقد فيه مرأنا بمرحلة كان ممكن إيسال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية لو يريد حزب الله زيلي كيف؟ يعني بعد ترشيح القوات اللبنانية للعماد عون وبعتقد أنه حزب الله إذا أراد جديا بما له من سطوة وهيبة وقوة السلاح بعتقد كم مرأ الاستحقاق لو كان يجديا يريد العماد عون نعم ولكن العماد عون بهالرجال يشكو من أنه ما عنده التغطية السنية يعني ما خص حزب الله إذا ما كما تفضلت وقلت على سواء رئيس بري أو نائب جمبلات بالنهاية العماد عون بده الغطاء السنية هليني يقول لك شوي هلأ أنه رح أطلع من هالم قابل يمقاتل مع كل العالم تتذكري إسقاط حكومة رئيس سعد الحريري نعم قدر حزب الله مين على عديد من النواب السنة عملوا الطغطية لوصول الرئيس ميقاطي إلى رئاسة الحكومة واليوم ما بعتقد أنه تغير الوضع يعني بعتقد أنه قادر يمون على عديد من النواب السنة يشكلون ولو جزئيا نوع من غطاء لكنه ليس الغطاء السني الشرعي اللي بيمسلو الرئيس سعد الحريري هو يريد هذا الغطاء تحديدا غطاء الرئيس سعد الحريري لأنه يمكن العماد عون واقعي بمحل معين لا يعني أنا مع احترامي ما شفتش واقعي أنه واحد ينطر سنتين ونصف ويعطي البلد بانتظار وصوله الواقعية أنه يشوف أنه فيه لبنانيين رافضين وصوله إلى رئاسة الجمهورية ويحط إيده بإيد كل اللبنانيين لنوصل الرئيس يقدر ينقذ هالجمهورية اللي يرايحها بسرعة البرق إلى الهاوية إلى الهاوية بأي حال الهاوية الاكتصادية والمالية والاجتماعية إلا هاوية النفط نحلت نحلت هلأ بموضوع النفط هايدي الهاوية بحد ذاتها لأنه هايدي إجيت المستقبل للأجيال المستقبلية لأولادك وولادنا هايدي لأوين راح تروح الله أعلم بأي حال موضوع النفط راح نحكي فيه بالتفصيل لأنه هالأسبوع يبدو سيتحرك بشكل قوي مستعجلين قبل ما يروحوا النفطات لإسرائيل مستعجلين وهني بالإخير رايحين على مطرحين يا على إسرائيل يا على جيوب ولو أنت وين معنا للوزير عم نحكي ونحكي ونحكي وخلص الحكي وبالتالي ما حدا عم بيرد بدكم فاعل أكثر بدأ التفاف نحل إيد لها واحدة ما بتزقش بدأ التفاف وصلنا إلى مجلس الوزراء ولما انطرح موضوع النفايات من بيروت إلى الجديدة ولما انطرح ملف أمن الدولي ولما انطرح ملفات عديدة ومنها ستجني بينا إيد لحالة عم بتزقف وهذا سبب من سبب خروجنا من الحكومة اليوم بدأ التفاف لأنه أصحاب الشعارات كتار بس أصحاب الأفعال أقلال بأي حال كمان لنا عودة بس بما يتعلق بموضوع الرئاسة بتقول جريدة السفير أنه كان الوزير جبران بسيل عند الرئيس نبي بيري سأله هو مغادرا بيقول له ما دمنا اتفقنا على ملف النفط ماذا عن الملف الآخر الذي لا يقل أهمية فجاوب الرئيس بيري عن أي ملف تتكلم قال الوزير بسيل لرئاسة الجمهورية فقال بري عدس بترابه وكل شي بحسابه وبعد أيام حلعون ضيفا على عين التيني إذا كنت عم تقرأ هالكلام شو تستنتج عدس بترابه وكل شي بحسابه مؤايدة يعني؟ يعني هالزيارة هاي وهالاتفاق أثار كتير من اللغات ولفت الانتباه وكأنه خليني أنا بدي يكون حسن النية ما بدي يكون سيء النية شكل الزيارة والتصريح اللي طلعت فيها عن النفط ثم زيارة العماد عون أظهرت وكأنه هالخلاف العمرو سنوات حول هالملف نحل اليوم فهل تم الاتفاق على مقايدة الرئاسة بالنفط واحد أو على المحاصصة لبلوكات النفط هدا السؤال أي جواب هو الأقرب إلى المنطق؟ من قبل التيار اتنين يعني واضحة القصة وضوح الشمس ما بعرف من قبل رئيس برري شو عم بيعمل مبارف ممكن يكون غير رأيه رئيس برري لأنه العماد عون بمرحلة معينة كان بيعتبره هو رأس قوة 14 قدار لمعارضة وصوله لأسوه أي لو غير رأيه ما بيتغير بالواقع شي يعني بعده الغطاء السني والغطاء النصف المسيحيين في مقلب آخر يعني نصف المسيحيين أي نصف المسيحيين كيف النصف المسيحيين إذا كانوا القوات هني بيمثلوا الأكترية هاي إحصاءات هني بيقولوا عن حاله مش إحصاءات الأرض والواقع كل واحد بيقول عن حاله أنا بمثل الأكثري يعني ما بعرف مين بيمثل الأكثري بها البلد صايرين مثل الإزعاعات كل وحدة بتطلعي بتسمعي الإعلان طبعا أنا الأولى وصايرين الأحزاب أنا الأولى وبرنامجي الأول فلذلك نحنا مش كتير بنهتم بهذه الشعارات نحنا الأقوى ونحنا الأكثر نحنا الكل كلنا بنعرف بعضنا ولبنان صغير ونعرف شو صار بالانتخابات البلدية وين بيّنت العورات وين بيّنت الأحجام وين بيّنت الظروف المحيطة بالمعركة الانتخابية دعي حال بموضوع الانتخابات وهذا اللي أشرت له ببداية الحلقة يوم هيك صدفة أكتر من قراءة حول دلالات هالانتخابات بالنسبة للأحزاب وواقع الأحزاب اللبنانية والمسيحية تحديدا رح نقشها بالتفصيل بتلت قسم هلأ رح ناخد بريك بعد ومباشرة بين فرانجي وعون ليش حزب الله يعني ممكن يفضل المرشح على آخر أول عكس بعد البريك نعود لمتابعة هذه الحلقة مع معالي الوزير الأستاذ اللي ماروني إذن قبل البريك كنا عم نحكي عن موضوع الرئاسي اليوم جريدة السفير نشرت فحوى تقرير أعدوا خمس نواب فرنسيين وقدموه للبرلمان الفرنسي بخصوص قراءتهم للموضوع والوضع اللبناني اللي اعتبروا أنه على كف عفريت بموجب التقرير حزب الله بفضل فرنجية قد يكون يفضل فرنجية نظرا لشخصية تعاون ومساره السياسي من أجل رئاسة الجمهورية ولكنه لا يرغب بوصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة لذلك فهو ينتظر سقوط هذا الشرط بتاعتقد المشكلة الحقيقية هي بموضوع وصول سعد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء؟ يعني قلتلك ببداية الحديث أنه حزب الله بسياق سياسته يظهر وكأنه يريد الكل تابعين إلى دولته وبالتالي من الطبيعي أن يعرقل وصول الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة لأنه يريد الهيمن الكامل على الدولة اللبنانية وسعد الحريري سيكون عائق أمام هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية يعرقل أو يدعى ذاته؟ يعني هون في فرق بينه ما هي العرقلي هي نتيجة الفاته الموضوع يعني شو تغير وقت الأسقط وصعد الحريري؟ شو تغير لليوم؟ بعضه المخطط زيته وبعضه النهج زيته وما بعرف ليش الاستسلام والذهاب نحو مرشح من 8 أذار ما بعرف ليش هذا الاستسلام عنا كلنا يعني محصور لا مش محصور مثل ما خليني يقول استنادا هيك للي سمعتوا منهم كلهم طيب نحنا جربنا ترشيح الدكتور سمير جعجع ونزلنا وانتخبناه وهو أول ما نبادر إلى سحب ترشيحه وبالتالي قال عطيت أخدت الفرصة الكاملة فلقيت بالمعطيات أني مش رح أوصل طيب قدي يصر لهم عملية ترشيح سليمان فرنجي وميشيل عون قدي يصر للعملية؟ صر لهم سنة من حكافية ودعمت من طرفين من 14 أذار يلي هني تيار المستقبل السليمان فرنجي والقويت اللبنانية للعماد عون طيب بعد ميقسنا أنه كمان ما رح يقدروا يوصلوا ونروح إلى شخص قادر على هذا الجمع قادر على لمشا نخارج الأربعة بعد في رابع ما حداش جرب حظه ما قال الرئيس الحريري أنه تجرب مش صحيح هذا الكلام لأنه بعد الرئيس جميل ما علانش ترشيحه أنا سمعت الكلام مستغربة لأنه الرئيس جميل لم يعنن ترشيحه بعد وبالتالي لكن نحنا منذ البداية قلنا أنه نحنا مش معرقلين لوصول إذا أنه الرئيس جميل أولى أحد نحنا الرئيس جميل هو مرشحنا التقليدي والطبيعي وبالتالي نحنا بنشوف فيه وغيرنا بنشوف نحنا عم نعمل اتصالاتنا وعم نلتقب كتير من الكتل وبالكواليس وحتى أنا بدي يقوله على الهواء حتى حزب الله لفيت ولده على ترشيح الرئيس أمين جميل وبالتالي وهذا كلام صار نتيجة الحوارات اللي أجيناها لكن الرئيس جميل لم يعلن ترشيحه لأنه الرئيس جميل ما بده يكون واحد أيضا من المعرقلين يلي صلوا سنتين ونص يهني يا لأحد هلا إذا كان في حظ للرئيس جميل نتيجة خبرته وحكمته ودوره وطاريخه عمر جيد جدا أما إذا ما فيه تعاوننا نروح إلى خارج الأربعة كلنا الحكة بده يصير مع العماد عون يعني المشكلة مش به وجود فيتو لأ عند حزب الله على رئيس معي حزب الله بيقول أنه بس يقول العماد عون أنا ما بقى بدي ما عنا فيتو على حدا لكن المشكلة بقلتلك المشكلة موجودة وإذا أنا بدي حاسب وبعتذر كمسيحي أنا بحاسب بالأول عماد عون وإسلامية فرنجية لأنه هني عبي مرسوا لعبة التعطيل وإن كان حسب الأحجام النيابية العماد عون بيتحمل مسؤولية أكبر مع أنه يعني البعض يضع الكرة بملعب الموارنة تحديدا ما هي عم قلتك بأي مش كل الموارنة في عنديك موارنة ومسيحيين هني صار من التقليد النزول إلى مجلس النوية بكرة الأربعة في جلسة نحن تلاقي غيرنا يعني نحن والقوات وطبعا طيار المستقل بحكي مسيحيا نحن والقوات والمستقلين موجودين بمجلس النوية عم ينقال أنه مثل ما فيه بالمنطقة حرب سنية شيعية بلبنان في حرب مارونية مارونية غير ظاهرة يعني بس هي حقيقية يعني نحن طلبنا مرارا متكرارا أنه من حق العماد عون يترشح من حق إسلامية فراجية يترشح بس يشرفوا ينزلوا مش ننزل ننتخي بأشباح يعني أنا لأول مرة هيكي أنا قارئ جيد للتاريخ بقرة كتير بعد ولا استحقاق بدي أحكي مش هطلع مرات لبنان من قبل الاستقلال والاستقلال إلى هذه اللحظة بعد ولا مرة نائب مرشح نائب مرشح ما بينزعل في مرشح لرئاسة الجمهورية عم يلفتلي نظري أنه بكل جلسة سيد زهري حلو لا مرشح مش نائب مبات لبكي بيقف قدام مجلس النواب بكل جلسة وبيعمل بيانه الإعلامي الكامل وحقه إذا هذا المش نائب المقله أمل بالمرة عم بيواظب على الحضور قدام باب المجلس النواب فكيف النواب اللي نحنا نزلين لننتخبهم طب أنا ممكن أعمل مقارنة بين كنائب بين العمدعون والوزير الفرنجية وممكن إذا لقيت ما فيش غير هاول اتنين بدي أنزل بس إذا نزلت ما لقيت الاثنين يعني ما عم يحترموا الدستور ما عم يحترموا الأصول البرلمانية وأنا انتبي قلت هالكلام للعمدعون شو كان جوابه المجلس بالأمانات لا صراحة المجلس بالأمانات يعني أنا أزيروا مرة بهالزيارة قلت له لازم تنزلوا وأنا صرحت مئة مرة بمجلس النواب إنه ما بيجوز ننتخب كاسبر كاسبر كنا نحنا وصغار في شبح اليوم ننزل عم ننزل عمجلس النيابي بنقعد نصطيع شوية بيأجلونا الجلسة مثل عم نضحك على بعضنا كنا بالأول يكون عديدنا بالخمسة وخمسين أو ستين هلأ أصار تلتين يعني مكرا بجلسة الجلسة المقبلة بدي يكون أقل بعد بدي يكون أقل أنا رح أنزل وقعد بمكتبي مش رح فوت على القاع أحنا ما يتحكوا علينا مين بديوا يتحكوا علينا اللي مرشحين بديوا يقولوا لك ما أقل عقلهم جايين لينتخبوا ونحنا مش هونيك يعني عارفين أنه ما دأ جرس بعد الانتخب نقعد بمكتبنا احترام الله للأصول أنه جينا على البرلماء بس للأسف يعني للأسف أنه هايدي شيء ظهرة بعد ما صاري طواله ومطرح بالكون وبعدها معلش في عند لموارني مليون إنسان قادرين يكونوا أحلى رؤسة جمهورية هلا الاهتمام كله منصب على النفط اليوم اللي لفتني معالي الوسيع طب ياخدوا النفط ويعطونا الرئاسي ياخدوا النفط هل قدي بنفس الأهمية أنا مش شايف لا أقول لك شيء مش شايف أنا إنقاص للبنان مش شايف إنقاص للبنان إلا بانتخاب رئيس تشكيل حكومي ومن ثم انتخابات برلمانية لنحافظ على المؤسسات الدستورية هايدي السلة اللي عمي نحكى عنها السلة بس أوكي إن شاء الله يصير فيه اتفاق بثنين ثلاثة أربعة أب بجهة ثلاثية الحوارية إن شاء الله يصير فيه اتفاق بس أنا بشوف لما بيكون البنية الهيكلية للمؤسسات الدستورية موجودة ما بعتخف ما بعتخاف على شيء اثنين لما بكرة بيصير في رئيس جمهورية وفي مسائلة بمجلس النواب ننفتح باب للمسائلة وبيصير في حكومة قادرة يعني حكومة مش مثل الحكومة الحالية أنا ما بقول عنها شيء رئيسة بيقول عنها إنه هي من أفسد الحكومات وأفشل الحكومات طب أنا كيف دي يسلمون هيدا الملف ملف النفط يعني عندك خوف إنه يكون عم بتحريب هالملف ولذلك لما بنقله نعتونا الرئاسي وخدوا النفط لأنه أكيد الرئيس اللي بده يجي مع حكومة نزيها مع برلمان جديد عم يضرب يده على الطاولة عم يسأل عم بيحاسب باسم الشعب اللبناني رح يوقف كل هذه الصفقات لأنه النفط لو بلشنا في اليوم يعني عم تستبق القول إنه كل شيء يعني في خوف من إنه يكون صار صفقة بهالموضوع سترولا ما في شيء عم بيصير عن يد الدولة ما في صفقة ما في صفقة أنا لما بدي شوف وزير أي وزير نعم فجأة فجأة صار عنده قصور في كل مكان صار عنده أسطيل من السيارات وصار عنده طائرات وا 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 طب ما بديش أسأل من أين له هذا من عم بتحكي عن وزير جبران باسيل لا ما عم بحكي عن وزير جبران باسيل أبدا عم بحكي عن كل الوزراء نعم عن كل الوزراء حد عم يسألون من أين لهم هذا أنا أخبرت أخبرت عن أحد الوزراء أخبرني ضابط بالأمن العام إنه إنه يوميه 450 ألف دولار من الرشاوي أوكي أنا عم بسأل ويني وينو المحاسبة وينني النواب مش نواب اللي بحاسبه في صار بأدراج المجلس النيابي يمكن ألف سؤال واستجواب هاي الألية المسائلة والاستجواب مين عم بيطبقها مين عم بيطبقها هلأ في اجتماع للرئيس سلام مع الرئيس بري بموضوع النفط بتعتقد أنه الموضوع رح ينترح على مجلس الوزراء المقبل بعتقد في جلسة الخميس مخصصة للنفط نعم بس كمان قالوا أنه الرئيس سلام بيعتبر هيدا الملف وطني بامتياز فلذلك بده دراسي بتأني وبده رأي كل الأطراف مش غلط حزب الكتائب أنه انسحب من الحكومة بها الوقت شو كان وانا بلاشتلي 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 أنه إيد لوحدة ما بتزايف نعم نحن لما لقينا حالنا أول شي لما لقينا استمرار هذه الحكومة نسى الناس وهن ينسيوا ضرورة انتخاب رئيس طلعنا اتنين لما صرنا شو ما أبداينا رأينا ما حدا عم ياخد برأينا لأنه المكون التاني ما حدا إلا حكي لي إلا حكي لي مش هن يسموا بعضهم مرق لي بمرق لك حكي لي بحكي لك طيب نحن شونا نضال نعمل نكون شهود كحزب كتيب يبقوا الأشخاص مش في رأة معنا بس يعني يعني الحكومة هي المكان الوحيد اللي بتقدر يمكن توصلوا صوتكم فيه بفعالية يعني مش بس لا نحن بنوصل صوتنا عبر منابر البرلمان بنوصل صوتنا عبر الشارع بنوصل صوتنا عبر منبر حزب الكتيب بنوصل صوتنا عبر كل الأطراف البعدة مؤمنة بلبنان والعدالي بلبنان بموضوع متصل بالنفط إنما من جانب آخر رئيس بره بيقول يوم لعماد مرمل ما بدنا مزارع لن نقبل باستحداث مزارع شبعة بحرية في مياهنا لا نريد نشوم حرب مع إسرائيل ولكن النزاع على النفط ربما يتسبب باندلاعها فانتبهوا هل علينا أن نخشى كمان حرب إسرائيلية من البداية نحن نعرف أنه إسرائيل عدو إسرائيل عندها مطامع بيابسة لبنان وببحر لبنان وهي كمان آكل شوي من المياه الأقليمية اللبنانية وكلنا من المنزل البداية عم نقول أنه هالنفط ممكن إبروس تسحبه ممكن إسرائيل تسحبه وبالتالي أكيد يبدو يشكل حالي نزعية لكن أنا مع كلام دولة الرئيس نبي بري لكن بدي كامله إنه مش مين اللي بيعمل الاتفاقات الدولية ويشرف عليها ويصحر عليها مش رئيس الجمهورية يعني مش لازم نضغط أكتر بانتجاه انتخاب رئيس حتى يكون في عنا منبر عالمي بكل المطارح ندافي عن حقوقنا رئيس بري بده يضغط بأي طريقة أكتر من أنه عم بيدعي جلسي ورا جلسي نحن طلبنا الرئيس بري بإذن أنه نعيد النظر بعد هالسنتين ونص بألية النصاب وبالجلسات المفتوحة باستمرار نعم يعني نضل موجودين بالمجلس إلى حين انتخاب رئيس ليش عم نقول الرئيس بري لأنه عليه تبنى أمال الرئيس بري بكل الأطراف قادرة تحكي معه قادرة تتواصل معه قادرة تتفاهم معه واليوم هو صمم أمان هو رئيس مجلس النواب بغض النظر عن غير ملفات وغير أمور من انتقادها لكن هو دوره كرئيس مجلس النواب أنه يسكر علينا القفل جوات المجلس إلى حين انتخاب رئيس يغير موضوع النصاب غير موضوع النصاب لأنه هي اجتهاد شخصي صار اجتهاد منه بس هي المكتب المجلس مشيت فيه نعم بس وصلنا لوقت صار هذا الاجتهاد حتى لو أنا موافق إعلاقي وبالمطلق موافق إعلاقي بس يسبب مقتلا للبنان نتيجة تعنط أشخاص وسياسة حزب الله يوم الأربعة فيه جلسة لليجان المشتركة من أجل أنون الانتخاب ستعود الجلسة للبحث من حيث انتهى هذا البحث بظل استرار الإصلاح والتغيير الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير على تحقيق خارق نحو التقدم للاتفاق على أنون جديد كبروا عقلاتهم كبروا عقلاتهم مصدر بيقول كتائب لجريدة الجمهورية أنه طرحته أنون الدائرة الفردية في تأييد معها الأنون من الاشتراكي من النائب وليد جنبلات والنائب أحمد فتفت كبروا عقلهم ليه لا لا لقلك ليه لقلك ليه لما كان فيه لجنة مصغرة مكلفة بالإشراف على وضع قانون الانتخابات النيابية سبع اثمان أشخاص ممسلي الكتل بعد سنة ونص ما قدروا وصلوا إلى أي مكان واللي جان هو باللجنة المصغرة النائب جورج عدوان وضع التقرير يلي استمعنا إلوه يلي هو تقرير يعلن فشل اللجنة في الوصول إلى أي اتفاق حول قوي اقتراح ومشوع قانون الانتخابات رحنا على اللي جان المشترك جلسة 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 أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكيري أنه الاستسلام والفشل هو أعلن من روح طاولة الحوار يلي صاروا أربعين أو أكتر ما بعرف هي جلسة نحكى كتير بقوانين انتخابية طيب ما زالت حدد اتناين تلاتي أربعة آب حوارية ثلاثية حول قانون الانتخابات بصورة خاصة معناتها أنه هاي دي الجلسة ستكون مثل جلسات انتخاب الرئيس للصورة والدردشي مع بعضنا البعض والآخر منرجع على نفس القانون بالآخر منرجع هده هلأ بالنسبة لقانون الدوائر الفردية يلي طرحوا حزب الكتائب لقى استحسان على طاولة الحوار من أكتر من طرف الرئيس سنيورا حتى الرئيس بري وفي أطراف أخرى على الطاولة يعني كانت طيار الوطن الحر شو كان رأيه بالموضوع ما حكي طيار الوطن ما علق ما كان عنده تعليق يعني كان فيه استحسان ما قلتش تأييد استحسان وبالتالي كان فيه جو إيجابي نحو هذا القانون هلأ فيه البعض بيوثفو بأنه قانون إنقاذي فيه البعض بيوثفو بأنه قانون مستحيل مستحيل لأنه تصغير الدوائر بيفتح المجال أمام المال السياسي لشراء المقاعد وهون بين هللاين وبغزق المذهبية بين هللاين صلي زمان بقول وبدي يضل قول قبل ما نعمل قانون ونحدد فيه شكل الدوائر نقطع إيد للمال عن الانتخابات المال أفسدي نص الشعب اللبناني من خلال القانون من خلال وضع عقوبات بالقانون نعم تمنع بيع وشراء الأصوات وتلزم الناخب اللبناني بالاكتراع لأنه لما يعني كل النقاش هلأ بقانون الانتخاب هو شكل الدوائر تقسيم دوائر مصالح بيو مصالح بس اليوم أنا قبل قانون الانتخابات بدي وقف شرية المال لو أقلها صار أنا بعد الـ 2009 بالنهار زرت وزير الداخلية كنت بعدني وزير أنا زرت وزير الداخلية دوقتها زياد باروت ومن عنده وزارة الداخلية قلت إذا ما بينحطوا هاو النقطتين الاكتراع الإلزامي نعم ومعاقبة الشاري والبايع اكتراع الإلزامي من قبل الناخبين لا قلتك لا لا قلتك لا لما تطلع عن سخوطة دانية اليوم بدي أعطي مثل أنا عندي عندنا 16 ألف ناخب من زحلي عايشين برات زحلي بلتقي فيهم ببيروت بمناسبات وكذا طب شو بيعنينا لنطلع على زحلي في عدد منهم بيقلك بدي سيارة تخدني وتجيبني بدي ترويق أو غدا وعشا وبيدي أوتير في منهم بدون أوتير في منهم بدون حق الأسواق رفتك كيف لا صار معاش يعنيون بس لما بيصير الاكتراع الزامت تحت طائلة العقوبة المالية وتنزل على سجل العدلي بيصير مجبور يطلع بدون ما حدا يبعث وراه ويأمل له سيارة لأنه الاكتراع واجب وطني رأتيكي النموذجين دولة فاشلة ودولة راقية سوريا والسوائل نينيتهم بيطبقوا هذا الاكتراع الألثامي موجودين بكل دول العالم هذا واجب وطني على الإنسان يروح يعمل واجباته مش اليوم أنا ما بدي لأنه أنا عم بشوي لحمي لأنه غير مكتر أو أنا ما بدي ما بعتبره مصوته لا بيقدمه لا بأخذ أو ما بدي أنا لا مش صحيح يمكن لو تغير القانون كان حس حاله معني أكثر لما الشعب بينزل بغير كل شي كافينا نق بدون فعل بدكون التغيير بدكون طقم السياسي جديد بدكون طقم نيابي جديد بدكون رئيس جمهورية جديد وزارة جديد شرفوا نزلوا على الصحة ما فيكن أنتوا عم تأرقلوا تحصلوا على البدكونيات الحياة نيضال مستمري بعد الفاصل القاع وفزاعة الأمن الذاتي والأحزاب اللبنانية وهي تحتفي بموتها مثل ما قال علي الأمين لحظات ونعود لأسم الثالث رح نقش فيه موضوع الأمن الذاتي يلي عم يرجع ينكتب عنه من بعد ما صار بيه القاع وبيقول لدفيد عيسى بجريدة الديار أو يسأل هل يعقل أن ظهور بضع قطع من سلاح فردي في يد مواطنين هبوا للدفاع عن أرض يصبح هو الحدث ويسأل أيضا هل من المقبول أن لوم وناس حملوا السلاح دفاعا عن النفس والأرض والعرض في حين يجب أن نقوي عزيمتهم ونشد على أيديهم ظاهرة الأمن الذاتي هل يعني كيف شفتها من بعد ما اللي صار بيه القاع وهل ما جرى يؤشر إلى أنه بالمرحلة المقبلة قد نكون أمام ظواهر مماثلة اللي صار بالقاع أول شي لو كان الأمن مكتمل وممسوك ما صار اللي صار نعم يعني وقد حدث ما صار اللي صار ناين أنا من يلي كنت أول الواصلين إلى القاع لأنه تعنينا القاع بدورة وحدوديتها ومسيحيتها وكل الأسباب طيب أنا شفت جو محيط بالقرية رعب بس شفت فيها شباب أبطال أنا شفت جو قهر شفت جو حزن شفت جو موت طيب شو مطلوب؟ مطلوب من هوجي الشباب أنه يروحوا يستسلموا لداعش وإرهابوا أو يلتحوا بحظب الله حتى ما يحملوا برودي يساعدوا الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بالدفاع بعدها شو حاملين؟ رششات؟ في شي بيبيت بالعالم بلبنان ما في عشر رششات؟ وشغلي تاني حكيتها أنا وحكيها الشيخ سامج ميل بمؤتمر الصحفي إحنا ورجعين تاني نهار إحنا ورجعين من القاع كان الجيش عم بلقاع عم بيطالب بمنع المظاهر المسلحة ما رأنا عتليت حواجز لحزب الله مسلحة بالبزلية وباللوية إحنا ما وقفنا إي بس إنا وقفوك في حواجز لا يوقفوك بس إيمكن لأنه إحنا موكب كبير ما وقفنا إلى آخره بس عم بحكي أنا أنه طيب الصيف والشتي عسقف واحد لقامتها كتير نحنا منتمنى ما يكون في أمن إلا الأمن اللبناني الشرعي وكتير نحنا نسعى إلى حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وهي هدفنا بس بحالات استثنائية حالات رعب كفى الاستنسبية وكفى الوقاحة بالتحليل أمن الذاتي ما معقول عم تحكوا عن أمن ذاتي بالقاعة الخائفة القاعة المأهورة ما بتحكوا عن أمن ذاتي بعيد أمطار هنا الكلام أنه يعني مش أنتو يعني ما نظهر بمظهر السلاح بهال النهار غذى حجة حزب الله أنه إيه مظبوط نحنا بدنا ندافع وبرر وجود سلاح لوجه سلاح آخر يعني كمان المقالات أخذت الأمر من هالناحية معالي الوزير أنه عملته عمله اللي بده حزب الله أنه يعملوا ما قدر بهذا المعنى أول شي منذ حوالي السنتين ثلاثة شباب القاع وراسب علبك عم يصهروا بالتنصيق مع القوى الأمنية اللبنانية وأكيد اللي بده يصهر بالجرد ومشاريع القاع وبجرود راسب علبك بده يحملوا رشاش قدام اللي معه مدافع ومعه زنانير للتفجير الانتحاري وقدام اللي عندهم دبابات وطيران معلش شيء البرودي ماشيه أما الصورة اللي ظهر فيها بتقصدي النائب أنتوان ظهرة نعم حتى الأهل الآع يعني بهذه الصور ما تدي إلك شيء أنا هذه الصورة تمثلني لأنه لما بتكوني السيف على رأبتك ما فيك تعطيه النقاي فيه ولا شمعة ولا بخور أنا هذه الصورة تمثلني نقطة تقاطع بينكم وبين القوات لا في كتير نقاط تواصل وتقاطع وبالتالي لما منشوف الصورة الحقيقة أنا كنت سوا أنا والنائب ظهرة بالقاع أول نهار وهذه الصورة أنا بكل صراحة تمثل تمثلك خلينا ننقل على الموضوع الأخير وهو واقع الأحزاب اللبنانية من خلال قراءات اليوم واستطلعات أعدت بعد شهر على الاستحقاء البلدي أول قراءة لعلي الأمين اعتبر فيها بجريدة البلد أن الأحزاب تحتفي بموتها بدت من وراء نتائج الانتخابات بمعظمها خائفة من أي تغيير على المعادلة السياسية المعطوبة لاحظ أنه في غياب لعنصر الشباب مشترك بين معظم الأحزاب وصعب تجد قيادات شابة بالأحزاب اللبنانية وإذا وصلت بتكون وصلت لأنه عينها الزعيم أما بما قال رول إبراهيم بالأخبار أيام إسقاط اللوائح المقفلة ولت لمصلحة مرشح يعبر عن المزاج الشعبي تشير مثلا أنه ببيروت الكتائب لم تنل سوى 5% مقابل 19% للقوات و33% للطيار الوطني الحر يعني فيه أكثر من 50% خرجوا من سيطرة الأحزاب وتراجعت قوة النائب الكتائب نديم الجمال الانتخابية ببيروت تحديدا وقع الأحزاب كيف ظهر بعد هلأ مرأ شهر على الاستحاء البلدي نحن بدي أخد مقاربة حسب الكتائب أنا بدي قارب الموضوع بين انتخابات الـ 2010 البلدية وانتخابات الـ 2016 البلدية الفرق شاسع نحن حققنا حضور بالنسبة للكتائب عم تحديد عم بحكي كتائب ما بدي سميها لا انتصارات ولا بدي سميها كسحنا ولا أيدنا ولا دعمنا نحن حققنا حضور مميز بالمقارنة بين وضعنا بالـ 2010 وـ 2016 نقدر نعتبر حققنا قفزة نوعية إيجابية في الوجود الكتائبي في معظم المناطق اللبنانية وخصوصا في مناطق لم نكن موجودين فيها مثلا بالـ 2010 نحن بزحلة لم نكن موجودين في البلدية بالـ 2016 أصبحنا موجودين في البلدية ما كنا موجودين بالأبيات صرنا موجودين بالأبيات ما كنا موجودين بجوني صرنا موجودين بجوني ثبتنا حضورنا بسن الفيل وبالتالي عم بعطيكي أمتال فإذا أنا عم بيخد هالمقارنة بالمقارنة بين 2010 و2016 مزاج الشارع يعني المزاج الشارع بشكل عام خلينا مثلا نحكي عن بيروت ما التزم الشارع بتمني الأحزاب صحيح مرات فيه كتير أمور بإدارة المعركة بيكون فيه خطأ يؤدي إلى احتقانات ما بدنا ننسى أنه بيروت كانت غير آني بالزبالي نعم وفيه نقمي على بعض نوابة وفيه نقمي على إدارتها البلدية والسياسية فيمكن عبرت بأولا بقلة نسبة الاقتراع اثنين عطيت لوجوه جديدة يمكن رأيت فيها أمل وبالتالي أنا بأيد رولة إبراهيم باللي قالته إنه لم يعد يعني البوستة معاش كتير فاعلي صار فيه الأشخاص يعني الناس صارت تختار تختار هون وتختار هون وتختار هون وأنا من هي الرأي بالأول لأنه البوستة هي تعليب لرأي المواطن خلي المواطن يروح على قلم الاقتراع معه كل الأسامة ويختار هو على ذوقه لأنه البوستة يعني بتدفوش بمطرح معين وصلت بمطرح معين بظروف معينة بس أنا الأوان إنه المواطن يعرف يختار وينقي مين بدهم رشحين يقارن يعاقب يحاسب مين بهالفترة الماضي كان معه حده بينه بيتواصل معه ومين كان مش تائل عن الناس وما حدا فيقلو إذا ارتفع الصوت المذهب وين بتصير هالمؤارنة أو هالمحاسبة بتختفف وبتتقدم المذهبية أو الطائفية لك خليني قلك إنه من إيجابيات المرحلة الحالية من إيجابيات المرحلة الحالية إنه حققنا تقدم ولو أربعة بالمية ضد الشعارات المذهبية ضد الشعارات المذهبية بكتير مطاريح إذا بتشوفي كان فيه لحقلك شغلي ببعلبك ببعلبك كان فيه خطاب مذهبي أعلنوا حزب الله وكان فيه خطاب وطني للمعارضة بتلاقي إنه حزب الله وحركة أمل أخذوا يمكن 55% بس المعارضة أخذت 45% هيدا معناتها بلا شيولة شيء جديد بيزحلي نحن منع المرشح الشيعي إنه يكون موجود معنا باللاحة بالأول رجع بعدين نضم بس برضو أخذنا أصوات شيعية أخذنا أصوات شيعية من ضمن دائرة البلدية أنا ما بينسحب على السياسي بلا بينسحب السياسي بلا بينسحب السياسي أنا كان نائب أكيد كلنا بنعرف بالألفين وتسعة كان فيه ولاية الفقير ونحن بالمقابل ما كان في عنا قدرة على إنه نحط مندوب بمنطقة شيعية أنا اليوم فخور وبفتخر وهيدا بيتهم بيتي إنه يوميا يوميا أستقبل من أهل الشيعة أكثر ما بيستقبل من أهل منطقتي لاي بلشوا يشعروا إنه نحن نعنيهم وهم يعنونا هيدا الخطاب المذهبي بلشين كثيروا إذا بنشتغل علي بيتراجع نهائيا إلا ببعض المناطق يلي فيها دم أو فيها حساسية كبيرة بدا شغل بدا شغل أستاذ إلي ماروني بهال موضوع في روصلنا لختم الحلقة بدي أشكرك أهلا وسهلا شكرا جزيلا أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا بإذن الله شكرا للمشاهدين على المتابعة